اشتركوا في القناة وعدم ايمانهم او صخريتهم بالروح القدس حتى الناس اللي تبعوها ارتقت مقدونيوس اللي كان بتنكر لهوت الروح القدس لما تابوا ورجعوا ابلتهم الكنيسة ودتهم الحل والمغفرة لكن ايه هو بقى التجديف على الروح القدس التجديف على الروح القدس ان الانسان يرفض عمل الروح القدس رفضا دائما كل ايام حياته حتى نهاية هذه الحياة يعني ينتقل من هذه الحياة وهو بيرفض عمل الروح القدس عشان كده هو مش هيتوب ولو ما تبشي ربنا مش هيغفر له اخطاؤه لكن ربنا من حنانه ومحبته بيقبل كل انسان بيقدم توبة وبيغفر له خطاياه وقال كده من يقبل الي لا اخرجه خارجا وعلى احد القدسين لما قال ليست خطيئة بلا مغفرة التي بلا توبة فلو في انسان مات في خطاياه من غير توبة بيهلك والمسيح قال كده ايه لم تتوبوا جميعكم هكذا تهلكون فعدم التوبة حتى الموت هي الخطيئة اللي بلا مغفرة طيب ايه بقى علاقة عدم التوبة بالتجديف عن روح القدس دي حاجة واضحة ان الانسان بيتوب بعمل الروح القدس يعني روح القدس هو اللي بيقودنا للتوبة وبيبكت الانسان الخطيئة هو اللي بيقوده في الحياة الروحية فلو الانسان رفض عمل الروح القدس ورفض شركة الروح القدس ورفض ان هو يعمل عمل روحية مع الروح القدس فبالتالي مش بيتوب مش بيقدم توبة وهيموت في خطيته بدون من ربنا يغفرها له وعشان كده دايما في البركة اللي بناخدها نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة وعطية ومهوة الروح القدس تكون مع جميعكم لان دي البركة ان الروح القدس يشترك معنا في حياتنا ويقودنا دائما الى التوبة واللي بيرفض عمل الروح القدس ما بيقدرش يتوب ولا يأتي بالثمر روحي فلو كان رفضه للروح القدس رفضا كاملا دائما مدى الحياة تنتهي حياته على الارض ويقضي حياته بلا توبة وبلا اعمال روحية وبلا ثمر طبيعي انه هي دي بقى حالة التجديف على الروح القدس ومش هي برضو عايز اقول لكم مش هي ان الانسان يحزن الروح او يطفق الروح او يقاوم الروح لان جوز الحاجات دي يعملها بطريقة مؤقتة لكن يرجع يتوب عنها واختي مبالكم طيب هنا بقى السؤال لو انسان كان بيرفض عمل الروح وبعد يرجع وقبله وتاب لو تاب ربنا بيقبل توبتو حتى لو في اخر عمره ويقبل توبتو ويغفر له خطياء ويقوده الى التوبة فدي حالة ما هيش تجديف على الروح القدس بالتعريف اللي احنا قلناه قبل كده يعني انه هو انسان يعني يجي يعترف انا جدفت على الروح القدس ما ينفعش لازم لازم ان الانسان يرفض عمل الروح القدس حتى نهاية حياته على الارض واحد يسألني سؤال طب هل عدم المغفرة ده يتفق مع مرحم الله اقولك الله دايما مستعد انه هو يقبل الخاطئ ويغفر له خطايا فيش حاجة ابدا تمنع مغفرة الخطايا المهم ان الانسان يتوب لكن لو الانسان رفض التوبة حتى نهاية حياته فهو اللي اختر لنفسه انه هو يعني يمضي الى الهلاك الابدي والله رحوم واش هو السبب انه هو فيه هلاك الانسان اشكركم ونلتقي في سؤال اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة